بما أننا نحن بقول جهاز حماية المستهلك محايد هل جهاز حماية المستهلك محايد عندما يتعلق الأمر بالمستهلك المواطن أم أنه ينحاذ لأ منحاذ ينحاذ لمين؟ لمستهلك باعتبار الإسم بيعمل إيه؟ لأ منحاذ للمستهلك لاعتبارات كتير ليس بس لاعتبار الإسم قد يكون الإسم مصدر واضح تماما للنحاذ لكن إحنا منحاذين للمستهلك لسبب الحقيقة ناس كتير ما بتاخدش بالها مني إحنا منحزين للمستهلك لأنه هو ممول الاقتصاد منحزين للمستهلك لأنه بدون مستهلك لا استثمار ولا اقتصاد ولا أي شيء فإنحازي للمستهلك مش زي ما الناس متصورتها عطف لا أنا مع الدولة في حماية اقتصادها فبالتالي أنا بحمل عنصر الأهم في منظومة التجارة اللي هو المستهلك ده رقم واحد رقم اتنين حماية المستهلك كمفهوم حضاري الحقيقة مفهوم مهم جدا جدا لإحداث التوازن لأنه الجهات اللي بتحمي المستهلك كتير جدا خلينا نكون صراحة يعني الدولة الحقيقة حريصة جدا على المستهلك وبالتالي بتقدم له جهات كتير جدا بتدي له كل الدعم الممكن لكن الجهة الوحيدة اللي بتقدم دعم المستهلك والدولة أسستها ودت لها قانون قوي هي جهاز حماية المستهلك في أسباب كتير تاني يعني في أسباب كتير أخرى بقى لكن على الأقل لو قلنا السببين دول هو سبب الحياة للمستهلك فهو ده السببين إيه الدور اللي بيقوم بيجهاز حماية المستهلك في مصر يعني لو أنا حبيت أحط له كده إطار أو ملامح رئيسية أو بيعمل كذا وكذا 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 يعني طبعا هو الدور عريض جدا وهو بيلخص في كلمة حماية المستهلك حماية المستهلك بمعنى أنك أنت بتحفظ له على كل حقوقه اللي بتساعده على أنه يعني يتمم عملية شرق ناجحة وعادلة يعني أنه يتمم صفقة عادلة منها أنك أنت بتحمي حقوقه في وجود مستند يحميه في حالة النزاع ما بينه ما بين الطرف الآخر أنك أنت بتحميه من أخطر شيء والحقيقة يهمني جدا أن أنا أذكر دي أن قانون حماية المستهلك اللي هو قانون 111 هو قانون الوحيد اللي في مصر اللي بيجرم شيء اسمه السلوك الخادعة ودي الحقيقة نقطة يعني بتدي الحقيقة بنشكر المشرع وبنشكر الجهاز وبنشكر اللي قام على القانون لأن هذه المادة أنا في رأيي قد تكون يعني حجر زاوية في مصار حماية المستهلك فاكرة السلوك الخادعة يعني إيه سلوك خادعة أي شيء ينطوي على السلوك الخادعة للمستهلك أي شيء ينطوي على السلوك منه الإعلان مضلل سلوك خادعة منه أي إعلان عن شيء وليس بصفته الحقيقي يعني لو صلنا أنك أنت جبت علبة عصير وكان مكتوب عليها 100 جرام وهي 50 جرام ده سلوك خادعة ماشي لو حضرتك وإحنا نتكلم عن الأوكازيون أكيد طالما إحنا في مناسبة الأوكازيون لو حضرتك أعلنت على نسبة خصمه ده سلوك خادعة لو حضرتك أعلنت عن مكمل غذائي تمام معروف أنه هو مجرد مكمل غذائي وقلت ده بيعالج خشنت الرجبة ده سلوك خادعة في كل ما يخص عدم خداع المستهلك مجرم بجريمة قصية الحقيقة في قانون حماية المستهلك بتصل أقوبيتها لـ 2 مليون جلي والحقيقة برضو أنا بأكد أن القانون الوحيد اللي بيعالج هذه المسألة والحقيقة فتحت لنا باب كبير جدا لمعالجة مخالفاتك القانون ما كانش يقدر يتعامل معها فيما قبل لكن المحقق الزكي مع الإثباتات اللي بتقدم له من المستهلك مع ده بيقدر يستخدم المادة دي في فعلا ضمان عدم عدم خداع المستهلك لأن الخداع ده بالذات ما كانش منصوص هديك مثال بسيط لو قلنا الأوكازيون الوهمية الأوكازيون الوهمية إن حضرتك تقول بعلن عن سلعة مثلا إن سعرها كان قبل الخصم 120 جنيه وبعد الخصم 100 ويتبين لك من الفحص وممكن نتطرق للموضوع ده بالتفاصيل إن كان سعرها قبل الخصم 100 وكتب عليها خصم 120 وبقت 100 دي كانت مجرمة في قانون المبيعات قبل كده بغرامة 50 جنيه كانت تصل لمية جنيه وبس كانت سنة 45 فكان لمية جنيه أو قبرة ده النهاردة تصل المخالفة دي لتنين مليون جنيه لأنها أصبح فيها خداع للمستهلك صح ما بقتش مجرد مخالفة التصفير الموسمية